المترجم للقناة أهلا بكم في نشرة أخبار الرأي معكم في أحمد العنزي والبداية دوما لأبرز العناوي واشهر التعافي من كورونا يحافظ على مستوياته والإصابات تراوح عند معدلات متدنية الصحة العالمية تحذر من مرحلة جديدة وخطيرة للفايروس وتدعو للحذر واليقاط الجزيرة تشغل رحلات إلى منشستر تلبية لحاجات الطلب الراغبين باستكمال الدراسة الغانم حول دعوته الغنوشي لزيارة الكويت الدعوة بروتوكولية وموقفه من الغزو مستنكر الطوطباء يثمن قرار وزيرة الأشغال تشكيل لجنة تقص حقائق بمشروع المطار الجديد وفي النشرة السعودية ترفع حظر التجول غدا وتشرع أبواب جميع الأنشطة الاقتصادية رصد مؤشر الإصابات اليومية بكوفيد 19 شفاء 536 حالة وتجيل 467 إصابة جديدة ليصبح أجمالي عدد حالات الشفاء 30 726 حالة فيما بلغ أجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد 39 145 إصابة وأعلن المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند تسجيل 6 حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية يصبح مجموع حالات الوفاء المسجلة حتى اليوم 319 حالة قال السند أن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم إلى ذلك أكدت منظمة الصحة العالمية أن فارس كورونا يواصل التفشي سريعا ويبقى مميتا ولا تزال غالبية الناس عرضة له وقال المدير العام للمنظمة أن العالم دخل مرحلة جديدة وخطيرة للوباء مشيرا إلى أن المنظمة أحصت أول أمس 150 ألف إصابة جديدة وهو العدد الأعلى للإصابات خلال يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء ودعا جميع البلدان والأفراد إلى توخي اليقظة والاستمرار في الحفاظ على التباعد الجسدي واتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بالاشتراطات الصحية الوقائية أصدر وزير الوقاف وشؤون الإسلامية وزير العدل المستشار الدكتور فهد لحفاسي قرارا أرجأ به العمل بالقرار الوزاري بعادة العمل التدريجي بما لا يزيد عن 30% من الموظفين في الوزارة بعد تمديد فترة المرحلة الأولى لعودة الحياة الطبيعية للبلاد موضحا أن قطاعات وإدارات الوزارة مستمرة بتقديم القدمات الضرورية للمراجعين نفت إدارة العلاقات العامة والإعلامي في الإدارة العامة للإطفاء ما يتم تداوله حول المكافأة المالية المقررة لمجابهة فارس كورونا المستجد وقالت الإدارة في بيان لها أن المستحقين للمكافأة المالية هم رجال الإطفاء الميدانيين والعاملين في الجهاز الإداري وموظف الخدمة المدنية الذين التحقوا بمقار عملهم خلال الفترة الزمنية من الرابع والعشرين من فبراير وحتى الحادي والثلاثين من مايو على أن يشمل ذلك تاريخ تواجدهم على رأس عملهم وأضافت أنه لم يتم حسم أمر كشفات أسماء المستحقين حتى الآن وفي حال الانتهاء سيتم الإعلان عن ذلك عبر الموقع الرسمي للإدارة أعلنت وزارة الصحة ممثلة بإدارة نظم المعلومات تشينها غداً لأحد خدمة حجز المواعد الإلكترونية في المجلس الطبي قال مدير إدارة نظم المعلومات بالوزراء أحمد الغريب أنه سيتم استقبال 200 معاملة يوبياً كحد أقصى بواقع 100 معاملة للتعينات الجديدة وأجراء الفحوصات و100 معاملة للمجالس الطبية والتقارير وأوضح الغريب أن هذه الخدمة تأتي في إطار المساعي المتواصلة لتطوير الخدمات الإلكترونية في وزارة الصحة بدأت شركة طيران الجزيرة تجهيزاتها لتشغيل رحلات كويت منشستر كويت اعتباراً من الخامس إلى السابع من يوليو المقبل تلبية لرغبة طلبة الكويتين الذين يريدون العودة إلى هناك لاستكمال دراستهم الجامعية وعودة المواطنين الموجودين هناك والراغبين في الرجوع إلى الكويت نتابع التقرير التالي بدأت شركة طيران الجزيرة تجهيزاتها لتشغيل رحلات كويت منشستر كويت اعتباراً من الخامس إلى السابع من يوليو المقبل تلبية لرغبة طلبة الكويتيين الذين يريدون العودة إلى هناك لاستكمال دراستهم الجامعية وعودة المواطنين الموجودين هناك وراغبين في الرجوع إلى الكويت ووفقاً للجزيرة فإنها بدأت بإعداد قائمة الركاب الراغبين في السفر تمهيداً لتسيير الرحلة الأولى مبينة في الوقت ذاته أن الرحلة ذاتها متاح عليها مقاعد للمقيمين الراغبين في المغادرة إلى منشستر وفق الإجراءات المعمول بها لدى سلطات الطيران المدني في الكويت ودولة الوجهة والاشتراطات الصحية الاحترازية وأفادت الشركة أنها تلقت العديد من طلبات السفر من قبل الطلاب الكويتيين الراغبين في السفر إلى منشستر بعد المعلومات عن عودة الرحلات إلى بريطانيا مبينة أن الرحلات التجارية من مطار الكويت الدولية ما زالت معلقة وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية ولفتت إلى أنها تقوم حالياً بالإجراءات اللازمة لتلبية طلبات عملائها من المواطنين الراغبين في السفر للدراسة عبر حصر عدد الطلاب ممن أبدوا رغبتهم في السفر والتنسيق مع الهيئات المحلية والبريطانية لتسيير الرحلات وتتاح رحلة المغادرة للراغبين في الذهاب إلى منشستر من دنسيات أخرى غير كويتية شريطة أن يكون مسموح لها الدخول إلى بريطانيا وأكدت الجزيرة أن المواطنين الكويتيين في منشستر والراغبين في العودة إلى الكويت يمكنهم العودة على مثل رحلاتها إلى هناك وأن عودتهم تخضع أيضاً للإجراءات الصحية الاحترازية التي تتبعها السلطات في مطار الكويت الدولية وأعلنت الشركة عن خطط لتشغيل رحلات خاصة إلى لندن بدءاً من خمسين ديناراً ستعلن عن تواريخها في وقت قريب تخفيفاً على العمال المتضررين من تداعيات كورونا وزعت الهيئة الغيرية الإسلامية العالمية على مدى يومين سلالاً غذائية على أربعة آلاف ومائتي عامل في منطقة المهبولة بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية وأكد مدير إدارة العمل التطوعي في الهيئة عبدالله العوضي الاستمرارة في توزيع السلال الغذائية على العمال المتضررة انطلاقاً من الدور الإنساني والمسؤولية المجتمعية في تخفيف معاناة الأسر المتعففة والأفراد نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلاد وخاصة في المناطق المعزولة ولفت العوضي إلى مشاركة 25 متطوعاً ومتطوع ليلاً دون كلل أو ملل أدوا واجبهم بكل كفاءة وأخلاص بعد أن اتخذوا جميع احتياطات السلامة بدوره أعلن البنك الكويتي للطعام ولغاثة عن حملته الإنسانية وجبة العامل التي تستهدف تقديم وجبات غذائية إلى ألفي عامل في مناطق العزل الشامل والمتأثيرين بتداعيات انتشار فارس كورونا المستجد بهدف التخفيف من وطأة الظروف الراهنة وتأثيراتها على فئة العمال حيث تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية للصالح العام واتساقاً مع الجهود الوطنية في مكافحة انتشار فارس كورونا المستجد والمساهمة في بث الوعي المجتمعي بضرورة المساهمة لرفع المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجاً في وقت الأزمات فيما أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن موقف رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي من الغزو العراقي الغاشم للكويت مرفوض ومستنكر من كل الكويتين ولا مجال للمزايدة فيه أفاد بأن دعوته للأخير لزيارة الكويت هي دعوة بروتوكولية توجه لكل الرؤساء في البرلمانات العربية الشقيقة من خلال الاجتماعات التي تجمعهم في المؤتمرات والاجتماعات العالمية وقال بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس الأمة لتوضيح ما يثار في شأن دعوة الغانم للغنوشي لزيارة الكويت قال إن الدعوة قديمة تعود إلى فبراير الماضي مبينا أن الفترة الحالية والمستقبل المنظور ليس مناسبين لاستقبال أي مسؤول إضافة إلى أن الدعوات الأولية تخضع لمراجعات تتعلق بالتوقيت والظروف وأضاف البيان أنه جرت العادة في الكثير من الاجتماعات التي تجمع رئيس مجلس الأمة برؤساء برلمانات العالم أن يتلقى دعوات للزيارة وهو بدوره وجه دعوات لزيارة الكويت وقد وجه معاليه دعوات بروتوكولية لكل رؤساء لرؤساء برلمانات العربية الشقيقة دون استثناء على فترات والمعنى بها والمعنى بها الدول والشعوب والبرلمانات وليس الأشخاص ولا يمكن أن تستثنى تونس أو أي دولة أخرى في سياق مختلف ثمن النائب عمر الطبطبأي قرار وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنال فارس الخاصي بتشكيل لجنة تقصي حقائق ومحاسبة المتسببين في تأخير إنجاز مشروع المطار الجديد وقال الطبطبأي أن قرار الوزيرة الإصلاحية الفارس أبلغ رد على المشككين الذين حركوا حملات لتشويه صورتنا بسبب تقديمنا لاستجواب وزيرة الأشغال والإسكان السابقة فبعد متابعة الملف تبينت النسب المغلوطة التي دعوها في شأن نسب إنجاز المطار الجديد هذا الأمر يؤكد أن وزارة الأشغال كوزارة النفط هي عش الدبابير للمتنفذين على حد قوله وفي المواقف البرلمانية قال النائب الحميد الإسباع أنه في حاله تم حفظ ملف قضية اليوروف فايتر والتي أحالها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور إلى النيابة العامة المتعلقة بشراء مقاتلات يوروفايتر فسيتقدم بأسئلة برلمانية لمعرفة أسباب الحفظة وتأكد من أنه تم تزويد النيابة العامة بجميع المستندات اللازمة أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصياد الأسماك ظاهر أسويان أن موسم صيد الربيان قد اقترب وما زالت معظم ترخيص الصيد منتهية بحاجة إلى التجديد استكمانا لاستعدادات اللنجات لموسم الصيد موجها مناشدة إلى وزير المواصلات مبارك الحريص وإدارة النقل بالمسح البحري باستثناء اللنجات والطراريد العاملة بالصيد من عمليات الفحص عند التجديد شريطة أن يكون هناك تأمين ساري المفعول من إحدى شركات التأمين أسوة بما تم في وزارة الداخلية التي أصدرت قرارا باستثناء المركبات منتهية التأمين من الفحص حتى إشعار آخر في هذه الظروف التي تمر بها البلاد والعالم بأسرح في الرياض أعلنت وزارة الداخلية السعودية رفع حظر التجول وعودة جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية اعتبارا من السادسة من صباح الغد مع استمرار تعليق الرحلات الجولية وتعليق الدخول عبر المنافذ البرية وتعليق العمراء والزيارة وجاء في قرار عودة الأنشطة تأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق جميع الأجراءات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم من الجميع وأن لا تتجاوز التجمعات البشرية خمسين شخصا كحد أقصى كما ستخضع جميع الأجراءات للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاجئين دعت جامعة الدول العربية إلى تكثيف التعاون بين كافة الأطراف المعنية على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لضمان توفير سبر للرعاية اللازمة للاجئين والنازحين وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي لهم جاء ذلك في بيان الجامعة العربية أكدت خلاه أهمية أن لا يؤثر إعادة توجيه الموارد المالية من أجل مكافحة وباء كورونا على الاستجابة الإنسانية لأزمات النزوحي واحتياجات اللاجئين مبين أن الاحتفال هذا العام يأتي في ظروف استثنائية بسبب تفاشي هذا الوباء خام الكويت وعززوا مكاسب تابعونا في الصحفة الاقتصادية بعد فاصل خصير أهلا بكم ارتفع سعر برميل النفط الكويتي دولارا و 76 سنة ليبلغ 37 دولارا و 62 سنة في تداولات يوم أمس وفقا السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية وفي الأسواق العالمية جرت تسوية الخام برينت بارتفاع 68 سنة للبرميل عند 42 دولارا و 19 سنة في حين جرت تسوية الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بزيادة 91 سنة عند 39 دولارا و 75 سنة للبرميل التعادل يحسن قمة توتنهام و مانشستر يونايتد التفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد هذا الفاصل أهلا بكم انتهت قمة الجولة رغم 30 من الدوري الإنجليزي بين توتنهام و مانشستر يونايتد بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب توتنهام مساء أمس و افتتح توتنهام التسجيل عبر ستيفن في معادلة فرنانديز النتيجة لمانشستر و بتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثامن كما ارتفع رصيد مانشستر إلى 46 نقطة في المركز الخامس أما قبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب و مشاهدة جميع نشراتنا و برامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب الراي تيوب بأمان الله اشتركوا في القناة